للمزيد معنا دكتور عز الدين شلح رئيس المهرجان صباح الخير دكتور عز إليك وليش شعب المصري يعني تحية تقدير وصمود للشعب الفلسطيني يعني ممكن حركتكلمنا أكتر عن الإعداد لهذه الدورة الاستثنائية وإصراركم على إقامة هذه الدورة رغم التحديات ورغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحروب اللي بتشهدها غزة ونتيجة الجرائم اللي بستير في غزة والحرب اللي موجودة على غزة والإبادة اللي موجودة إحنا صمتنا ويعني أثرنا بإنه إحنا لازم نقيم الدورة الثامنة للمعرجان أنه السينما تعني حياة وما يمارس في غزة هو موت من كل الجوانب موت من كل الجوايا كان مهم بالنسبة هنا أن ننقابل هذا الموت في الحياة ومن الآن فكرنا بإنه السينما بما أنه عندنا نقيم هذا المعرجان عملنا إجتماع مع المتقابين اللي موجودين في جلزة من سينمايين وكتاب وشعراء جميعهم جمع على أنه لازم نعمل هذه الدورة وما عجينا بنعمل الدورة نحن لقيت صعوبات شديدة لأنه المقارين اللي إحنا بنعمل فيهم المهرجان تم تديرهم بالتعمل لقد قلت بإحنا بنعمل فيه كان موجود في مغسف هذه المغسف التي تدنيها المشاوذة كانت موجود معنا لما توصلنا مع الإيمان المستشف يعني إحنا كأنه في يوم الآخر أحياناً بتكون مش عارف يعني يمبك شو مهور وبالتالي مع كل هذا إحنا يعني صممنا إنه إحنا نقيم الضوء والحمد الضوء عملنا لح هذا الاتفاح إحنا قدتنا ولأول مرة أسلام من غزة من مخرجين غزة ويحكوا عن غزة وهذه الأسلام هي 22 سلم من شغلة في الحرب كل مستشف عمل السلم عمله رؤيته وميزاويته المشاهدين في الخيام النزوح هم كانوا بشوفوا أنفسهم من خلال عين المخرج كانوا بشوفوا أنفسهم يعني بعمق ويشوفوا الآخرين كانوا بشوفهم كل عمق من خلال القصة اللي بسجدها المخرج نعم دكتور عزد لو تكلمنا عن الأصداء العالمية تجاه هذه الدورة الاستثنائية هذا العام لنعم يعني مش مجرد فعالية ثقافية سنوية أكيد فيه رسالة أنتوا حابين أن انتوا توصلوها للعالم في الوقت الراهن برغم التحديات والصعوبات اللي بتواجهها غزة أو فلسطين بصفة عم أكيد يعني أحنا رسالتنا رغم الموت اللي موجود بشكل لحظي موجود في غزة نحن بنقول إنه إحنا شعب يجاب هذا الموت في الحياة وأنه إحنا شعب يحب الحياة ويعشق الحياة وإخلتنا من هذا المهرجان للعالم إنه إحنا شعب يحب الحياة ويعشق الحياة وضد هذا الموت اللي عم بطيه بشكل لحظي في غزة نعم نشكرك دكتور عزدين شلح رئيس المهرجان شكرا للمشاهدة